بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين زيكم يا شباب النهاردة هعمل لك مراجعة بسيطة أو هنشط لك الزاكرة عن الدروس اللي فاتت بالإضافة لأجزاء مهمة جدا جديدة هناخدها في الدرس ده بناء عليها نقدر نقول ان احنا نقدر ندخل فيه أجزاء متقدمة في البرل يعني ده النهاردة مهم جدا ومحوري ولازم حضرتك تركز فيه تعالوا نبدأ نشوف ايه موضوع تنشطة الزاكرة ده احنا عندنا ثلاث أنواع من المتغيرات مهمين جدا نتكلمنا عليهم في البرل السكيلر فاريبل وده كنا بنرمزله بالدولار ساين والمصفات أو الليست كنا بنرمز لها بالات والهاشز كنا بنرمز بيها البرسانت وطبعا كنا ما بنجي نعلن عنهم بنستخدم كل رمز مع المتغير بتاعه جميل جدا ده اجزامبل بسيط أو ابليكيشن صغير كده أنا كتبته هشرحولك دلوقتي عشان أفكرك بدروس اللي فاتت واحدة واحدة كده أنا قلت هنا ايه print your name is يبقى أنا كده طالب ايه اسم لاحظ ان في عندي هنا حاج جديد انت مشوفتاش قبل كده اسمها شومب أنا بتكلمتش عالها قبل كده ايه شومب دي c-h-o-m-b قالك والله يا سيدي لو انت في عندك نص وفي سطر جديد في نهاية النص ده الشومب بتشيله يبقى أنا كده عاوز النتيجة اللي يحطها للمستخدم ما يكونش فيها سطور جديد خلاص جميل جدا عشان كده غلفت الانبوت بتاعي بمين بيه الفونكشن بتاعتي الشومب بعد كده عملت message قلت له hello in my application وحطت هنا ايه اسمه اللي هو هيحطه بعد كده قلت print المسيج اطبع له الرسالة بعد كده عملت يا سيدي ايه مصفوفة كل ده احنا خدناه قبل كده المصفوفة دي فيها كام عنصر فيها اربع عناصر على طريقة اسماء مثلا للفرينز وبدأ تساوي الليستس بايه بسكيلر فاريابل عشان نطبع ايه العدد او بنقول عليه اللينز فقلت له تبعلي اللينز بتاع المصفوفة بتاعي وقل له ان عدد اصدقائك بيساوي مثلا اربع لانه فعلا هم اربع هنا جيت بعد كده قلت له ايه print do you need to add a friend يعني تعوى ستديه friend جديد yes او no فلو الانصر بتاع اللي هو الدهالي yes capital طبعا استخدمت f statement قلت لو الانصر equal to yes capital او y capital حضرتك هتنفذ الشرط عادي او بتساوي y small برضو هتنفذ الشرط عادي وطبعا عارفين العاصلاتين اللي قفين جبوا بعض دول بيساوي or طبعا ممكن تشيله وتحط or صريح عادي ممكن تشيله كده هتكتب or خلاص طبعا الكود هيبقى موجود مع ملفات الدرس ما تقلقش يعني print the name is قلت له اطبع بقى اسم ايه الشخص اللي انت عاوز تضيفه في المصفوفة لو انت كتبت ايه y هيحط الاسم بعد كده استخدمت البوش method وطبعا بفكرك ان يكون في حاجة عندنا اسمها shift وبوب ونشفت وسلايس وكام ده كلمنا عليه قبل كده برضو في الدروس اللي فاتت بقول له هنا والله لما يحط بقى الفريند الجديد ويضيفه استخدم الفور اتش واطبعهم له وقول له ان الفريند بتاعتك هم بعد كده طب هو بقى لو مش عاوز تضيف فريند هيعمل ايه els بقى els if لو كان n capital لو n small هتقول له اوكي وتحط له اسم application بسيط خالص واعطت كل حاجة قبل كده اخدناها واخدنا الarrays واخدنا موضوع ال input والكلام ده كله اخدناه في الدروس اللي فاتت طيب لانا قلت هنا cls واشغل عندي ال example انا طبعا مسمي example رقم واحد قل لي not example اه طبعا example cls اللي انا ادير اشوف انا كنت مسميه اه قدش حاط جنبه رقم cls ex.pl قل لي اسمه ايه هقول له مسانا عبدالله عاوز تضيف سطر جديد او تديني قصد فريند جديد زي ما انت شايف hello my application او طبعا اسمه عبدالله واداني عدد الاصدقاء او عدد اللينس بتاع المنصوف اداني اربعة قال له والله انت عاوز تضيف فريند جديد بيسأله yes او no لو انا قلت له no هيقول لي اوكي عبدالله وقفل شغل script ثاني هقول له والله اسمه علي ايوه عاوز اضيف جديد هسميه مسلا عبدالله زي ما انت شايف قال لي your friend's names وراح طبعهم لكلهم هم كان اربعة نورة وعلي وسامي ورامي راح ضيفل عليهم عاوز عبدالله وراح طبعهم للخمسة زي ما انت شايف بالشكل ده application بسيط جدا ومش محتاج لغاية كده مفيش اي حاجة جديدة اعتقد صح جميل اوه تعالوا بقى نشوف الجديد illustrate والwarnings illustrate دي مهمة جدا والwarnings برضو مهمة طب دول ايه بقى يا سيدا قال لك دول عبارة عن programs او classes انت بتستدعيها عندك في الملف دول اساسي لازم تستدعيهم عندك في الملف بتاعك في اي ملف بيرل اساسي لان الstrict دي بتعمل لك تقييد للconstructs الحاسيسة اللي موجودة عندك في الملف مش فاهم يا عم فاهمني انت بتقولي ايه هفاهمك دلوقتي لو انت جيت على موقع موجود عندنا اسمه buildocumentation.org خلاص ده اللينك بتاعه وجيت عملت هنا search كده وقلت له strict وقلت له هاتلي النتيجة شوف قال لك هنا ايه ده عبارة عن build program او build program بنستخدمه عشان نعمل strict الايه للunsafe constructs ايه عم ده بقى هو ايه الunsafe constructs الموجودة عندك قال لك vars المتغيرات الـ references و الـ sub-routines اهم هاتهم لك تحت بعضهم طب برضو مش فاهمين فاهمني هفاهمك يا سيدي بكل بساطة لو انا جيت هنا قلت له والله يعمل لي open the file خلي مثلا الـ example رقم 3 عشان اديك عليه المثال هاخد اول سطرين دول تعالوا هنا مثلا نكتب use لمن الـ strict ويوز لايه للـ warnings خلاص يبقى دلوقتي قلت له اعمل لي use لتني اول ما تعمل اعرف ان انت ما عدتش هتعرف تكتب المتغيرات كده صريحة لو انا كتبت هنا name بيساوي علي مش كده كده هنطبق الـ script قلت له هتطبق لـ example رقم 3 ادي الخطأ على طول قال لك يا باشا بعد كده لما تجي تكتبه هتكتبه my وبعد كده تحط عندك الـ variable بالـ يعني المفروض انا احط هنا كلمة بص شوف بقى لما اجي انا اقول له نفذ الـ script ثاني مدنش اي اخطاء واحد هيقول لي طب ايه عام الفايدة يعني ايه الفايدة انك تستخدم strict ايه فايدة الـ strict اصلا اقول لك بغل بساطة تعالوا كده نشيل الـ strict خلص خلص ونشيل الـ warnings كمان يعني خلاص لو انا قمت ان علي الـ name بيساوي علي خلاص انت بقى عندك مشروع فيه الف سطر برمجة وكتبت متغير اسمه name والـ name ده بيساوي علي وقمت انت مش واخد بالك كده قمت كاتب نفس المتغير وانت ناسي ان انت كاتب نفس المتغير وسويته بحاجة تانية برامي مثلا سويته برامي ايه اللي هيحصل يا باشا ولا اي حاجة بص ولا اي حاجة اهو نعمل save كمان عشان نتأكد ولا اي حاجة اهو طب انا بقى لو عندي strict فوق قولت هنا my طبعا عشان اللي عنهم بكتب my شوف بقى اللي هيحصل عندي لما ايجا شغل الـ script طبعا نعمل له control s بس تمام اوكي هنا الـ name اتنين نفس الاسم تمام ناخد بقى الـ warnings نشغلها عشان الـ warnings دي مهمة لازم الـ warnings تشغل مع الـ strict الغلط ده ايه؟ قالك في area يعني بدري شوية declaration earlier declaration يعني earlier declaration يعني يعني حضرتك اعلنت عن المتغير name قبل كده وكمان اديك السطر بص دينا سطر رقم 4 اللي هو ده انت اعلنت عن المتغير الاسمه name ده قبل كده اللي موجود عندك في سطر 4 طبعا انا لو شغلت الـ name ده خليته سامي كده بقى ما عندهش اي مشكلة مش هعمل اي حاجة طيب جميل قوي يبقى انا لما اجي اعلن عن اي متغير sub-routines آآ references آآ اي حاجة طبعا هو بتعمل مع الـ construct الحساسة زي variables عندي زي ايه؟ زي عندي array عندي الهاشز عندي عندي بعد كده الـ references وعندي sub-routines طبعا الـ references ما اتكلمناش عليهم يا جماعة ان شاء الله هنبقى نتكلم عليهم ده اصلا حاجات متقدمة جدا في البرج انا بتكلم عليه اما بالنسبة لي variables احنا خلاص عارفينهم يبقى انا لما اجي اعلن عن array هعمل كده ماي وحطه عند array مسلا ان ايه؟ وديها القيمة طب انا عاوز اعلن عن هاش هعمل نفس الكلام برضو هستخدم الماي دي اساسي طيب في عندي برضو حاجة عاوز اتكلم عليها اسمها feature لو قلت use feature دي موجودة عندنا وفيها مجموعة من المزايا رهيبة لو قلت هنا كلمة say انا بقول له هاتلي من feature function اسمها say طب ايه فايدة say دي بقى say دي بتطبع زي البرينت بالظبط مع اختلاف واحد ان هي بتدينا سطر جديد في اي حاجة هتطبعها شوف لو انا قلت هنا say hello world say hello world say hello world خلاص شوف لما اطبع نعمل save الاول ما كنتش سيفت لسه نطبع بقى ثاني شايف hello world وجاب لي هنا ايه سطر جديد طيب لو انا جيت هنا print بالشك ده كده شايف ايه اللي حصل hello world وراحت say طبعه عادي وخدت السطر الجديد بتاعها عادي يعني السطر الجديد اللي تحت ده بتاع مين say يبقى انا في البرينت مفيش عندي سطر جديد انا اللي لازم احطه اهو شوف لما حطيته اتظبطت معي يبقى مين اللي احسن عندي say لما حب يكون عندي سطر جديد لكن البرينت لو انت عاوز تستخدمها يبقى انت لازم تحط البيكس لاشئين عندك في الشغل بتاعك طبعا الفيتشورز فيها مزايا كتير انت ممكن تكتب هنا بقى فيتشورز بتعمل search هيبدأ يديك examples لمين للفيتشورز بتاعتك يقول لك والله فيه عندها switch وفيه عندك state وفيه unicode فيه حاجة كتير جدا طبعا وبيديك examples عليها وشارح ليها لو انت حابب تستخدم الفيتشورز طبعا حاجة حاجة كده في الدروس متقدمة هنا بنتكلم علينا طيب كده احنا عرفنا على فكرة يا جماعة كلمة strict انا بعمل تقييد بقيد الحاجات المهمة الانصيف اللي ممكن تتغير انا عندي مثلا روتين كنت عامله او sub routine كنت عامله خلاص وقمت انا رايح عامل sub routine تاني بنفس الاسم لو انا مش مستخدم الاستريكت وشغال عليها بكل بساطة حضرتك هيديك خطأ هيقول لك انت كنت مستخدم حاجة وجاي دلوقتي تستخدم نفس الحاجة لو انا مستخدم الاستريكت لو انا مش مستخدم الاستريكت او الاستريكت يعني بمعنى صح هيطلع معي خطأ كبير جدا ليه؟ لان قيمة الحاجات اللي انا كنت عاوز اشتغل عليها تغيرت لان غيرتها لكن في الاستريكت بيعمل لي تقييد بيقييد لي الحاجات المهمة زي الرفرنس و sub routines خلاص اعتقد ان انا ديتك مثال بسيط جدا عن الموضوع ده واعتقد ان انت فهمته طيب نيجي للأجزامبل رقم اثنين افتحه لك عشان برضو زي ما انت شاف الأجزامبل ده بسيط جدا قلت له use strict warnings feature خدت من الناس say قلت له print hello world وخدت سطر جديد say hello world خلاص هياخد سطر جديد طبعا لواحده من غير ما اديله انه ياخد سطر جديد طبعا هياخد سطر جديد ويخلي ال input تحت واستخدمت شامب عشان يشيل ال back slash in وقلت له your name is كذا عملت عندي hash لاحظت انا حطيت الماي شوف لازم يستخدم الماي اهو قلت my hash بيساوي ايه ال hash بتاع حطيتها بعد كده طلعت الكيس لوحدها وال values لوحدها وقمت جاي حاطت عندي variable عشان ايه اطلع على size وطبعتهم كلهم بالc خلاص تعالوا نطبق الايه هل ورد عادي جدا وزي ما انت شايف your name is وخد لي سطر جديد شايف ال input هنا كان المفروض بيبقى هنا عشان كنت بيستخدم ال print لكن عشان همستخدم ال C خد لي سطر جديد ومستنيين احط ال input هنا فاقول له مسانا علي هيقول لي هنا your name is علي وراح طبعا لي مين بقى قال لي name وال H دول مين الكيس بتاعك وبعد كده قال لي size أنا اطلعت بعد size تاني حاجة size قال لي 2 مفعلا عنصرين موجودة عندي بقى لي كده طبعا لل values قال لي عالي و 25 طبعا هم لهم يعني اعتقد كده الدنيا مفهومة معاك طيب تعالوا نراجع لمراجعة بسيطة كده ونشوف ايه اللي احنا هناخده الدرس الجاي واللي هتكلم عليه في الدرس الجاي كده موضوع ده الاستخدمته عندك نيجي بقى لل هرجالك عليها مراجعة سريعة كده arithmetic operators ودي جامع وطرح واسمة وبقي اسمة و positive و negative وانك تضيف وتعمل subtraction و addition والكلام ده والقوة وكل قص كل ده بسيط بس يلاحظ ان المثال في الجنب مختلف فعن الامثلة بتاعت الزمان كل انا عملته ان استخدمت critique هاتف لنا بدل من كنت بقول اه بقول دلوقتي اهو بجمع وبطرح و بضرب و بعمل كل قص و بيع إسمها و و عملية آآ اسمها و بعد كده بطرحه بزود زي ما انت شايف الكمبيرجن اوبريتورز اعتقد بقى مش عاوزة حاجة دي لو انا هستخدم الكمبيرجن اوبريتورز مع النمبرز باستخدم العلامات اللي هو علامة اكبر و اصغر و اكبر و اصغر او جينرال كومبيرجن اللي هي في كلتا الحالتين يعني لو انا باستخدم سترينج باستخدم لتل زان او لس زان او زي ما نقول كده الالي اي ده اختصار للس او او ايكوال و جي اي اختصار لجريتر او او ايكوال والس ام بي اللي هو في خلط الحالتين يعني نيجاتف او ايه او بوزيتف طيب ومديك هنا مثال زي ما انتوا شايفين اهو بس ايه على الجزء الجديد اللي هو الستريكت الورنينج وكمان عملت استدعاء للفيتشورز خلاص الايكواليتي نفس الكلام نفس الكلام يا جماعة يساوي يساوي لو انت هتستخدم ايه نمرك لا يساوي بالشكل ده لو انت بغضو هتستخدم نمرك طيب انت لو مستخدم سترينج هتقول له ايكو اللي هو ايكوال او ايه اللي هو نوت ايكوال خلاص يبا انت بتستخدم الاتنين دول مع السترينج والاتنين دول مع النمر ومديك برده مثال في الجنب وطبعا البوربوينت ده يتحول لبدي افه وينزل لك في الديسكريبشن كل حاجة هتلاع عندك في الديسكريبشن نفس الكلام احنا كنا اصلا شايفين المثال ده قبل كده العسلاتين اللي جنب بعضه دول يعتبره ايه or او ممكن تكتبها or صريحة كده الاتنين and دول معناها and او ممكن تكتبها and صراحة كده وعلامة التعجب دي معناها not او ممكن تكتبها not صريحة بالشكل ده كده ال bitwise operators دي بقى دي لها درس الوحدها ان شاء الله هنتكلم عليه ان شاء الله الدرس الجهي هتكلم عن bitwise operators ودي مهمة جدا ومحتاجة لكلام كتير يعني ايه bit يعني ايه bytes الكلام ده هتكلم عليه وازاي شفت من اليمين وشفت من اليسار والضيف وار والكلام ده هنبدأ نتكلم عنه ان شاء الله في الدرس الجاي لانه هياخد مننا وقت فانا هبدأ اتكلم ان شاء الله في الدرس الجاي عن البيت ويز اوبريتورز وهبدأ كمان معها هضيف حاجة بسيطة جديدة بحيس يبقى انت دلوقتي بتراجع وبتاخد حاجة جديدة فما تنساش اعتقد ان الدرس النهاردة عجبكم شكرا لكم شباب ومتنسوش اللايك والشير والسبسكرايب في مينيلي